كابتن حلمي احنا اتكلمنا عن التعصب واتكلمنا على أشياء كثيرة لكن عاوز بعض الناس بتتسألني بتقولي الكابتن حلمي بدأ الكرة فين أخبار طنطة ايه أخبار ابن العمدة ايه أخبار ولاد السيد البدوي ايه لو قلنا نتكلم على بداية حلمي طولان في نادي طنطة والله أنا كنت طبعا اتنقلت من القرية وروحت المدينة اللي هي طنطة أقرب مدينة لنا عشان التعليم والمدارس وكده مستوى المدارس كان أفضل فبنلعب في الملعب بتاع المدرسة نعم وكان متواجد ساعتها الكابتن رضا سامي ده كابتن نادي طنطة رضا جانجا جانجا كان شعره أحمر كده من العيبة الكبار جدا جدا طب وشعر أحمر شعر أحمر دي أحمر أحمر هو شعره كده اه ايه لا 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 مستوى بس فشفني وقال لي تعالى أنا كنت أعزي أعرف اللون عشان أسبوش أعرف وقال لي تعالى حقدك على النادي وأخدني ودني النادي كنت تقريبا 15 سنة وبدأت أدخل مع الناشئين مع الناشئين ولعبت معهم وبعدين كم سنة مع الناشئين صعدت يا كابتن وانا 17 سنة مع الفريق الأول كان عب فطاحل طبعا كان الكابتن إبراهيم توفيق كان حسني عايد كان الكابتن زو قلط كابتن رضا لا بلبل الغامري لعبت لدرجة الأول كم سنة لعبت حوالي أربع سنين خمس سنين خمس سنين وانت بتلعب في الفريق الأول ايه وبدأت اسمك يتردد مع كل الناس الموجودة على مستوى طنط كنت في نفس الوقت كنت بتشاجع نادي الزمالك اه طبعا طبعا من زمان جدا من زمان طبعا وانا طفل وانا صغير يعني لما بتلعب مع نادي الزمالك مبروط دية ايه اللي انت فكرت فيه اه وانا فطنط او انت فطنط اه اه لا طبعا انا انا بلعب قدام الفريق اللي انا بحبه جدا واللعيبة اللي كان نجوم مين اللي موجودة بفريق نادي الزمالك نادي الزمالك مثلا نحاولي الحضاء كان الكابتن حاس الشحاتة كان فاروق كان الكابتن طه كان سمير محمد علي كان الخواجة لسه وكان غانم محمد توفيق الجهر الصغير اه دول الناس كابتن شوئي اه كابتن شوئي شوئي حسين شوئي حسين طبعا يعني دول الناس اللي انا حص طريق غنيم طريق غنيم وهاني غنيم وهاني غنيم طبعا ومدوح مصباح دول كلهم انا لعبت ضدهم وانا فطنط وانت فطنط وانت بتلعب قدامهم ولعبت قدام الاهلي برضو على فكرة وكسبنا الاهلي واحد صفر لأ خلينا على جامل ما جيبش ما جيبش شبت الاهلي لوقت لأ انا بتكلم دلوقتي على الماتش المباراة اللي تلعبت بين الزمالك وبين طنط ايه وانت بتلعب قدام اللعبة دي ما حستتش وسرحت كده في وقت ملوقات انت ممكن تبقى واحد من ضمن فريق نازل زمالك طبعا ما فيش شك كنت اتمنى يعني دا انا كنت اتمنى ان انا اتصور مع حسن شحات وتصورتش معه لا اتصورت طبعا في اللون دا اتمنى ان اتصور مع الكابت انطاه نعم وعلي خليل وعلي خليل طبعا النجوم الكبار دول كنت انا بتمنى بس وانا بلعف ان انا اتصور معهم فما بالك بقى لما اروح ابقى واحد معهم وواحد زميل ليهم في الملعب وفي النادي يعني طيب كان حاجة كبيرة ونقلة كبيرة جدا في حياتي طبعا وانت موجود في الملعب وانت حسيت ان انت عامل مباراة كويسة عين لما جالك الله رحمه مهانس نور الدالي قبلك ازاي كلمك ازاي هو خدني بعد الماتش وقال لي تعالى انا عايزك تبقى معايا في ندز الزمالك طب ركبت اندى شرف كبير جدا قال لي طب تعالى خدني معاه في الاوتوبركت معهم الاوتوبيس نزلوا عشان يشتيروا حاجات من طنطة حلويات وبتاعه وكده وبعدين قال لي هتجيلي انا في الحتة مالي دافعت تابعا الحاجات دي لا 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 كنت لسه مش هدية من طنطة قال لي تجيلي في التوفقية في مصر البترول حستناك وبتاعنا كنت في كلية بقى كلية تربية في وسط البلد هنا في وسط البلد هنا وروحت له فعلا وقعدت معاه وقال لي شوف احنا احنا اتصل بالناس ونشوف طلباتهم ايه كانوا فيه تعنط شوية من نادي طنطة ولا نادي الزمالي من نادي طنطة وبعدين قلت له طبعا انا كابتن دي يشرفني ويسعدني وكده وبدأت تضغط عشان امشي من نادي طنطة واتفقوا على مباراة نادي طنطة نادي الزماليكي جي يلعبها والدخل بتاعها يبقى صالح نادي طنطة ففي الوقت ده انا كنت في فريق الكلية وراحين نلعب في جامعةين شمس وكان الكابتن عمر بالمجد هو مدير الفن بتاعنا وكان معيد في نفس الوقت وكان معيد واستاذ وكان مدير ناس القطاع الناشئين في النادي الاهلي فالمهم راجعين انا راجع على الكلية فالكابتن عمر قال تعالى بس هجيب حاجة من النادي الاهلي وتعالى معايا ونبقى نكمل بعد كده سوا نزلت عادت في كلاب هاوس كان زيجو قاعد مع الكابتن صالح سليم يعني الواقعة بالزبط وعلى فكرة الناس عايشها يعني الكابتن عمر عايش الواقعة بقى بكماليتها الأستاذ ممدوحي الشفعي الصحفي عايش بس الله يرحمه الكابتن عبد البقال وزقلت طبعا دول شهود الواقعة نعم فطبعا روح تنزلت أنا مش أنا 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 معرفش أنا رايح ليه والله يا كابتن مصفح نعم معرف فالمهم أنا أعدت بعيد شوية ولقيت كابتن عمر بناديلي أعدت مع الكابتن صالح طبعا رهبة طيب قبل ما تقعد مع الكابتن صالح عندنا تقرير مع الدكتور عمر برمجد تعالى نشوف هايقول ايه ونرجع تكمل الموضوع فطبعا